اهلا بكم في الحلقة الثالثة من كورس القراءة والفهم الكورس اللي احنا بنتعلم فيه معاني ومفردات جديدة لو ما تفرج تشعر على الحلقة الاولى والتانية انزل في قائمة تشغيل وتفرج عليهم ضروري جدا لانت كده بتفقد كلمات جديدة وجميلة جدا ممكن تفيدك لما تعمل conversation او محادثة without further ado من غير انتظار اكثر او اطول خلينا نبتدي مع اول كلمة النهاردة يلا بينا واول كلمة معانا وهي كلمة alien alien is alien معناها اسم بمعنى اوكي كائن فضائي مثال الكائن الفضائي جه في سلام يا سلام اوكي تاني كلمة معانا وهي كلمة among among preposition اوكي حرف جر اوكي و معناه مبين بس بنستخدمه مع اكتر من حكتين معناه مبين وبنستخدمه مع اكتر من حكتين يا سلام تاني يعني خلاني اديكم مثال مثلا لما اقول ايه عاوزكم تبص على الصورة there was a red apple among the green ones كان فيه تفاح حمرة ما بين التفاح الاخضر فالتفاح الحمرة مش ما بين تفحتين بس لا دول اكتر من تفحتين 3 4 5 6 7 حاجة زي كده فساعدة نستخدم among اوكي طيب الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة اوكي 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 فناخد مثال مع بعض هنري could not comprehend the message هنري ما قدرش يفهم المسجر رسالة اوكي يبقى اوكي اوكي ودي فعل الكلمة اللي بعد كده فعلة برضو وهي describe و معناها يصف مثال example they described their trees their tree هما وصفوا شجرتهم as a colorful with a gold ribbon and stars هما وصفوا الشجرة بتاعتهم كشجرة ملونة colorful وفيها gold ribbon فيها شريط زهبي and a star ونجمة زي في الصورة كده الكلمة اللي بعد كده هي كلمة fail and fail معناها فعل بمعنى يفشل since he failed to get the job بما انه فشل انه يحصل على الوظيفة he was sad هو كان حزين الكلمة اللي بعد كده وهي friendly friendly صفة بمعنى ودود the friendly animals الحيانات الودودة أو الطيبة came up to the girl جم للبنت grade هو score أو mark يعني درجة درجة تقييم لعملك للواجب بتاعك وهكذا I managed to get good grades أنا نجحت في أني أحصل على درجات جيدة on my report card أوكي نخش بعد كده على كلمة اللي بعد كده وهي كلمة instead 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 معناها instead of معناها بدل المين he ate the carrot هو كل الغذر instead of the ice cream بدل المين ال ice cream عندنا بعد كده كلمة library و library معناها المكتبة أوكي مثال the library at school is full of books المكتبة اللي في المدرسة مليانة كتب كلمة اللي بعد كده وهي كلمة planet و planet معناها a large round thing in space يعني حاجة كبيرة مدورة في الفضاء هي إيه الحاجة الكبيرة أكيد الكوكب ساترن هو الكوكب اللي ليه حلقات من حواليه ساترن هو زوحل الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة معناها العديد من مثال he had to read several books for class هو كان كان لازم انه يقرى كتب عديدة للكلاس بتاعه الكلمة اللي بعد كده هي كلمة solve وهي فعل بمعنى يحل all students could يحل بقى مشكلة يحل مسألة يحل اي حاجة all students could easily solve the math problem كل الطلبة قدروا ان هما يحلوا بسهولة مشكلة الايه الماث عندنا بعد كده كلمة suppose we suppose معناها يفترد او يخمن i suppose انا بفترد او اعتقد i should go home now انه المفروض اروح دلوقتي كلمة اللي بعد كده اسم وهي universe we universe is okay universe يعني كون okay universe is so large الكون كبير the universe is so large اخر كلبة معنا وهي verb view بمعنى ينظر الى بس اخد بالك انه ممكن نستخدمها كاسم بمعنى منظر برضو بس هنا كفعل بمعنى ينظر michael likes to view himself in the mirror michael بيحب يبص على نفسه في المرأة okay that's amazing very 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 good يلا بينا ناخد مع بعض exercise كالعادة يلا بينا choose the right word for the given definition يعني اخترى الكلمة الصحة للتعريف اللي انا حدهولك number one everything that exists in space يعني كل حاجة موجودة في الفضاء يلا هديك five seconds ها بص على الكلمات five four three two one yes you're right it's universe الكون كل حاجة موجودة في الفضاء هو الكون يبقى a number two okay less than many it's okay not an exact amount but less than many يعني هو كتير بس مشدرت ان هو زي مني يعني ها تفتكر ايه perfect several three creature from a different world مخلوق من عالم مختلف مخلوق من عالم مختلف alien very good four in place of in place of ايوه instead بدلا من five guess to suppose very good very good يلا بينا نتحرك على final port or the last port من كل حلقة العادة وهي القصة يلا بينا Lee said among the books at the library Lee قعد وسط الكتب في المكتبة and thought واعتقد thought about فكر في his project مشروع jack and claire were in his group jack and claire كانوا في القروب بتاعه they worked hard هما اشتغلوا بجد and Lee didn't want them to get a bad grade ولي ما كانش عوزهم يحصلوا على درجات سيئة jack did their report jack عمل التقرير he described things with great adjectives هو وصف حاجات بصفات وصف أشياء بصفات جميلة claire drew claire drew a nice map وclaire رسمت خريطة رائعة of the stars للنقوم Lee needed to do his part of the project as well ولي كان لازم يعمل الجزء بتاعه في المشروع كمان well I suppose I need to start my model بتهيال انا محتاج ان انا بتدي الموضل بتاعي لي thought لي thought about making a model of a planet لي thought making I'm sorry لي thought making a model of a planet wasn't easy لي كان معتقد ان انك تعمل نموذج لكوكب ده موضوع مش سهل لي read several books but he couldn't comprehend them لي قرأ العديد من الكتب لكن هو ما قدرش يفهمهم فاكر comprehend we're going to fail احنا حنفشل because of me بسببي he put his head down on the table حط راسه على الترابيزة and he said I wish I could see a planet instead of reading about it انا كنت اتمنى ان انا اقدر اشوف كوكب بدل ما كنت ارا عنه suddenly he heard the sound and he saw bright light فجأة هو سمع صوت وشاف ضوء بيلمع a strange ship سفينة غريبة arrived in the roof وصلت على السطح off the house سطح البيت hey look okay an alien said okay الكائن الفضائي قال did you ask for help هل انت طلبت مساعدة Lee told the friendly alien all about his project لي الكائن الفضائي الودود كل حاجة عن المشروع بتاعه the alien agreed to help Lee solve his problem will alien وافئ ان هو يساعد لي حل مشكلته and he took him to view the universe وخدوا عشان يشوف الكون they went through the clouds هما ذاهبوا في خلال السحاب okay passed the moon عدوا الامر and viewed mars وي بصوا على mars اللي هو كوكب المريخ Lee was very excited Lee كان متحمس جدا the alien said it's time to go home now boy لازم نرجع البيت دلوقتي okay on the way back he helped Lee make a model of the planet mars okay Lee said thanks to the alien and this was the end of our amazing story ودي نهاية الحلقة الثالثة كالعادة ال questions هتلاقيها في اول تعليق عن القصة اللي احنا لسه واخدينها عشان نشوف انت فهمت ايه وما فهمتش ايه والاجابات هتبقى في اول الحلقة الرابعة ما تنسوش الدعاء اولا والشير والاشتراك في القناة ان امكانكم شكرا جزيلا bye